شدد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع على وجوب وقف آلة القتل المتمركزة في الحكومة لافتاً لأنه ليس صحيحاً أن 14 من أذار تريد إسقطة هذه الحكومة لوقف عمليات القتل بل لأن حكومة أكثر يدئها من فريق الثاني من أذار المسؤول بشكل ما عن الاغتيالات جعجع وخلال المقابلة تلفزيونية أكد أن الظرف الحالي لا يسمح بتشكيل حكومة 14 من أذار والحل الثاني الأفضل هو حكومة حيادية تكنقراط مشدداً على أن الفريق الآخر بعد أن رأى أن الانتخابات لا تسير في مصلحته أعادت حريك مكينة القتل ونفذ محاولات اغتيال ثم قتل ويسام الحسن